اشتركوا في القناة ابدأ الجملة بهافنج زائد تصريف ثالث وما اعرفش قولك ده اسم فاعل وده اسم مفعول انا بصراحة ما بعرفش اقولهم بالعربي فانا بقولهم بالطريقة دي ابدأ بقى ايدي بتبقى جمل مختصر يا جماعة والجمل اللي زي كده بتبقى فيها عبارة بدأ مثلا بفعل اخر اي ني جي بدأ بفعل تصريف ثالث سواء كان تصريف ثالث عادي اخر اي دي او فعل شاز ببقى حافظه ولا بهافنج وتصريف ثالث وحين انتوا بقى هافنج بان وتصريف ثالث لو مبنين المجهول ده بيتوقف على العلاقة بين الجملتين يا جماعة علشان اعرف اخطار صح وقبل ما ابدأ في الحاجة وعشرين سؤال كوز كده جميل ان شاء الله هتحس بعد ان الموضوع ده مفهوش اي مشكلة بالنسبة لك في الامتحانات لو جيه وده بيبقى ده بحاجات اه يعني ادفانست شوية جماعة فغالبا السؤال اللي زي كده غالبا بيبقى عليه درجتين مش درجة واحدة زي ما انت عارف فيه ثلاث اسئلة في الجريمر بيبقى عليهم درجتين ده من المستوى المتقدم شوية فغالبا بتبقى حاجة كده عايزة اه اه تفكير شوية طيب تعال نشوف الفعل اللي فيه ING ده باستخدمه ازاي والفعل تصريف ثالث بيستخدم ازاي وامتا استخدم هافنج وتصريف ثالث وامتا زود لها بينه وتبقى هافنج بينه وتصريف ثالث فاي جملة ان شاء الله تيجي من النوع ده هنحلها صح اول حاجة الـ ING ده باستخدمه في تكوين زمن هو الواحد ومش زمن يا جماعة الواحد اسمه جيراند اسمه جيراند طيب عشان اكون ازمنا بجيب له verb to be عايز اعمل منه present continuous فتبقى كده the children are watching television now عملت مدارع مستمر طيب they were watching television when the lights went out كده عملتوا موضي مستمر وهكذا في الازمنة المستمرة ايا كان نوع هذا الزمن المستمر طيب ممكن استخدمه كاسم وييجي كمفعول للجملة او ييجي فاعل يقولك I hate I hate i hate cooking طيب ويه تاني وانت طلب سنوية عم بقى I hate studying طيب ده ده سوري يا جماعة لما استخدمه كمفعول عايز استخدمه كفاعل هبدأ بيه الجملة ولما استخدمه كفاعل يا جماعة دايما الفعل بيبقى مفرد تاني لما استخدم ال I N G كفاعل الفعل بيبقى مفرد يقولك shopping is fun هنا طبعا عشان معمولة بفعل كان model verb فمش واضح المفرد والجمع لكن لونا استخدم verb توبيه اقول shopping is fun studying is tiring وكانت جات جملة قبل كده يتذكرها الزملاء السنة اللي فاتت ولا اللي قابليها يقولك using cars using استخدام السيارات is لكن لما استخدمه كتاصيف ثالث هنشوف هيبقى الوضع مختلف طبعا طيب ممكن استخدم الفعل مضاف له I N G كصفة ويجيب بعده اسم اه يقولك smiling faces وجوه باسمة باشة رايزينج برايس اسعار مرتفعة وشوفنا المرار وجملة شبه اللي جات في الامتحان مثلا what a frightening film انا استخدمت ال I N G هنا اوصف به الفيلم لكن لوانا اللي خايف لسبب ان اقول I'm frightened I was frightened مش كده هنا بقى what a frightening film ال I N G بيصف الحاجة لكن frightened ده بجيبها مع الشخص اللي بيتأثر بالحاجة I don't want to walk home on my own وتشاهد فيلم رعب وخايف روح لوحده طيب ممكن الفعل المضاف ل I N G اجيبه بعد حرف You can earn a lot of money buy 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 working hard بعد buy حرف جر I N G You can't drive without حرف جر having a driving license ممكن لما بقى دي اللي أنا المحوظة لسه إيه لها جماعة لما استخدم الفعل مضاف له I N G who is that man standing الذي يقف who is that man who is standing اصلها اتحذف ضمير الواصل وفرب بي واستخدمت I N G The boy talking إذا أصلها The boy who is talking to Angela is her younger brother دا استخدمه في ضمير عبارات الواصل ممكن اجيبه بعد نيد ولما استخدم الطيب اللي يجيبه بعد نيد يا جماعة بيديلي معنا المبنى المجهول حاجة غريبة The room needs cleaning يعني needs cleaning يعني ممكن احاول له مبنى المجهول بطريقة تاني وأستخدم نيد زي أي فعل ناقص وأجيب بعدي to be زي كان can be needs to be cleaned في دي طريقتين لتحويل الجملة لمبنى المجهول جات منهم واحدة قبل كده needs to be cleaned بعد الصفة بيزي باستخدم I N G he was busy busy doing his homework في تكوين بعض الصفات المركبة تكوين بعض الصفات المركبة أوه يرجع للوحدة 11 economists علماء الاقتصاب love to make predictions يحب يعملوا التوقعات عن fast growing economies in East Asia a fast growing سريعة النمو طيب the ever increasing population السكان الذين يتزايدون باستمرار يقول لك ايه تاني oil producing countries الدول المنتجة للبترول ما مش هنعرف نكتب كل حاجة جواه نبقى نعمل كتاب يقول لك مثلا meat eating animals يعني meat وشرطة طبعا الهايفن يا جماعة meat eating animals الحيوانات اللي بتاكل اللحوم اللي هما اللي معرفش يسموهم ايه carnivores تمام طيب في جمل العطفة مع حسف الrobert and ايه ايه هو يعني يقول لك ايه مسلا جين ما لها جين sat on the beach وبعدين واعدت تبص للبح جين قعدت عالبلاج وبس بفضل تبص عالبا طبع بعدين يبقى جين سات وهي بتعمل ايه looking at the beach يبقى انا حزفت الاند دي بتاعت العطف واستخدمت الانجي ناظرة انا ما عافش تعربي الحمد لله العربي خلص looking at the beach طب ممكن تبدأ بها الجمل اه putting on يعني يقول لك he put on his coat ارتدى مع طفه and lifted the house putting on his coat he lifted the house ودي تشبه معنى انه حدث وحدث بعده بعد ما عمل كذا عمل كذا طب في الجمل الزمنية بدل من after ايه الجمل الزمنية اللي فيه after وين وويل وقس ايه يا جماعة يعني يعني حدث وحدث حل وخالص بس هو البيبقى حدث قطعه حدث after she cleaned the house she saw a film فمش لازم after she ممكن اقول cleaning cleaning دي هي after she cleaned cleaning the house she saw هيطلع طبعا طالب شاطر لازم يطلع طالب شاطر وقول لي ما ممكن يكون ده كان ماضي تام cleaned ممكن الفعل اللي بعد يبقى ماضي تام او ماضي بسيط لو كان ماضي تام هتلاقيها having cleaned having وتصف ثالث having cleaned the house she saw a film having done the homework he went out وهكذا حلو طيب تعال نشوفها مثلا مع السناز السناز she saw the robbers she called the police seeing the robbers she called the police وتنفع دي برضا اقول having seen على اعتبار الناس الماضي تام بدل الماضي البسيط فلو كان had seen تبقى having seen when i arrived i found طيب arriving home i found ووهو حدث خطح حدث while i was driving the kids to school موصل الاطفال للمدرسة بالعربية i saw an accident driving the kids i saw ولازم الفاعل اللي بحزفه مين حذفت i حذفت verb to be i اللي تحذف هنا لازم يبقى موجود هنا وإلا الجملة تبقى غلط الفاعل المضاف ل i n g بعد الروابط دي في حالة حذف الفاعل يعني يجي بعد هي هيقول لك after after ايه since she came since coming before i do before doing حذفت الفاعل استخدم i n g الكلام ده انت عارفه ببسيط عشان كده انا مش مطول فيه الفاعل مضاف اللي نجي عبارات سببية بدل because and since انت عارف since ساعات بتدي معنى because وفي الوقت ده ما بترتبطش في زمن معين because and because because since i didn't understand لاني ما كنتش في اهم السؤال بتاع tom i was unable to give him an answer فشلت وما درتش هجاوبه او العلاقة سببية بين الجملتين فاضر ابدأ understanding بس هو منفي الاني جي بنفيه بناط يا جماعة not understanding tom's question i was unable to طيب وبعدين جملة تاني i couldn't afford a holiday because i spent all my money فلما يدي جملة بيكون لما تبقى كده في الجملة التانية لا وعايز ابتد بال الاني جي لازم ابدأ بالاني جي spending all my money يعني because i spent all my money i couldn't afford لما في الفعل المضاف الاني جي بنفي بناط يا جماعة i hid behind the curtain ليست خبيت ولا استطارة because i didn't want them to see me طبعا انا عايز ابدأ بوانتنج بس هي didn't want يبقى not wanting them i hid وبستخدمه في العبارات اللي بتدل عن نتيجة يعني عن النتيجة يعني i stayed at home at work sorry rather late so i missed my last train home فات واخر اطر المفروض كان يروح به i stayed والنتيجة missing وما في كوم قبليها he locked the door so he trapped حبس القطة جو القطة he locked to the door trapping the cat inside كله ده جاي في الاسئلة في الـ 22 سؤال بتوع الكويز اللي احنا نعمله النهاردة الفعل بعد افعال يا جماعة دول catch find waste spend my boss spends two hours traveling don't waste ما تضيعش الوقت playing they found their mother sitting in the gordon if i catch you لو مسكتك بتعمل اي stealing my apples تس لا التفاع التفاع غالي طيب ولاحظ ان الفعل المدافر اين شي جماعة ممكن استخدمه في حالات ملكية ودي جملة خدناها في اختبار اللي متابع معا الفيديوهات بتاعت الاختبارات بقى فين المتابع يقول لك مونة سجدينج حصول مونة على الجولد ميدال الميدالية الذهبية please all her family ودي كانت جملة امتحان سنوية عامة يبقى انا ادي الشخص ملكية وطبعا الملكية ممكن تبقى صفة ملكية زي كده خروجي لبعض الوقت استخدام الفعل اين جي بعد الافعال الاربعة دول وطبعا كل المدرسين قالوا الكلام ده جماعة بييجي في الامتحانات برضو هو مش هازل ببقى موجود نصا لان الجرامر تراكمي وجزء منه تراكمه كبير مش قليل استخدام الاين نجي بعد الافعال دي يدل ان انا على جزء يعني شفت شهاد سمعت رحست جزء من الحدث مش الحدث من الاول الاخر جيت في النص وي شفناهم بيلعبوا كنا معديين المطش ابتدأ من قبل من نعدي واحنا مشينا وكان لسه بيلعبوا يبقى we saw part of the game طب we heard him singing we heard him singing سمعنا بيغني طب عادنا من اول ما بدأ يغني يال احنا كنا طرشنا بقى we heard part كده سمعنا جزء دخلنا كان بيغني ومشينا وقال لسه بيغني استخدام الانفينيط بقى يبقى اكتمال الحدث انا اصلا شوف الحدث واسمعه واشاهده من اول واخره ويصبوا بلاي تنس احنا رحين نحضر المباراة فشوفنا all the game طب we heard him sing تصدقونا بقى عرف اغني يال غني يا وحيد ونسمع الاغنية كلها يبقى all the song لكن لكن لو الافعال دي سبقها كان أو كد يبقى لازم ing لو سبقها ايه كان أو كد يبقى لازم ing لو سبقها ايه اهو اهو كده وضعت see what you hear كان او could i can hear people talking قادر تسمع حاجة ايوه انا سمع حد بيتكلم خلاص يبقى لازم ing شايف حاجة وايوه شايفين اهو we could see the woman women jumping ست بتقفز من النفذة بعد ما جوزها حول حياتها الجحيم يا ساتر يا رب نيجي بقى للتصريف التالت وده انا عايزك تركز معايا اكتر بتوع الانجي سهلين وتكرروا كتير ودخلين في قواعد كتير اول حاجة التصريف التالت برضو بيكونوا باستخدموا في تكوين ازمنة يا جماعة ايه الزمنين مضارع تام ومضي تام مضارع تام هف أو هاز وتصريف تالت مضي تام هاد وتصريف تالت we haven't seen him since he went to london اهو ادي مضارع تام ودي سنس وبعد سنس مضي بسيط after we had got مضي تام we traveled ودي مضي بسيط وحاجة اول وحاجة تاني طيب بس تخدموا فين في جمل الوصل المختصرة بعد ما حسب ضمير الوصل وفعلته بيه ويبقى في الاصل كانت مبنية المجهول the dog hit by the car أصلي جملة ترجع على يونة 11 the dog that was hit اتحذف that was يفضل التصريف التالت أجيبه بعد الفاعل the dog hit by the car wasn't hurt طيب the gold stolen الذهب الذي يسرق the gold that was stolen وحزفنا that ضمير الوصل وفرب بتوبيه يفضل التصريف التالت آه دي بقى في الجمل الشرطية تبدأ به الجملة أو يجي بعد if unless خلي باك عشان فيه جملة أو اتنين في الكوز اللي هنحل look look after carefully إذا تم الاعتناء به بعنايا فإن هذا المعطف will keep you warp through من وإنت يفضل معك كذا الشتع إيه عمل إيه شكل وإيه ده هي أصلها if this coat is looked after carefully فتحزبت if this coat is طب وممكن إيه تاني وممكن أقول if looked after على طول وأجيب if وبعدها التصريف التالت طيب جملة تاني unless heated إن لم تسخن يعني هو بيتكلم عليه الفعل في الجملة التانية this substance won't melt مش هتذوب إلا إذا سخينت لدرجة الحرارة المناسبة unless this substance is heated فيا إما أقول unless heated أو آه ما هنا مش هتنفع غير unless طبعا these clothes will shrink if washed in hot water these clothes will shrink if they are washed إيبا if they are washed هي if washed إيبا خلي بالي بحاجات دوعا دي أقصى حاجة ممكن يجيبها زي ما بقول ممكن استخدم تصف التالت بعد until once or though يا جماعة لو جملة أصلا مبنية المجهول once بمجرد أن تحرم من الاكسجين إيه اللي تحرم من الاكسجين الbrain cells خلايا المخ begin to die once brain cells are deprived of طب يبقى إيه اللي حصل حزفنا الفاعل brain cells وحزفنا verb to be وقبت التصف التالت على طول بعد once وأنا فهم أن دي أصلها مبنية المجهول طال مفهمتها بالعرق خلاص واضحة stir the food اللي بالطعام ريجل اللي بانتظام for about four to five minutes من أربعة على خمس زي until cooked إيه until cooked دي يعني until it is cooked فممكن يجي بعد until تصف تالي زي كده although written a long time ago the book is still widely read بالرغم although the book was written اتحذف الفاعل وفير بتويل اللي بيكون المبنى المجهول فبقى أرضو تصريف ثالث أرضو written بالرغم من أنه كتب واضح العلاقة التناخض من الجملتين في حالة استخدام أرضو having وتصريف ثالث يا جماعة باستخدمها بدل الماضي التام في جمل فيها حدث أول وحدث ثاني أو في جمل فيها سبب يعني فيها بكوز هي مبنى المجهول فبتبقى having بزود been having been طب تعالي نشوف تعالي نشوف أحسن حاجة الجملة اللي جماعة بتوضح ولما ندخل على الأسئلة هتلاقي الكلام ده بيتكرر وسهل جدا having been invited to the party by the prime minister الرئيس الوزراء الحجمة بولي اللي عملا يضحك الكهرباء علينا we could not refuse ما قدرناش نرفض بقى رئيس الوزر دعينا يبقى احنا دعينا يبقى because أو since انا حملها بسنس عشان افكرك دايما ان since ممكن تيجي بمعنى because وملهاش علاقة بسنس الزمنية since we had been invited يعني يعني because we had been invited لأننا دعينا by the prime minister we couldn't refuse طيب جملة تالية عام احنا مش فاهمين دي having been unemployed for over two years لأن عطل عن العمل لي سنتين i found it difficult to get work كان صعب لأي شغل طب هي اصلها because i had been unemployed واحد يقول دي مابنى مجهول لا مش مابنى مجهول انا عندي فيرب تبيه في الماضي التام unemployed دي صفة فهو اصلا ماضي تام تمام طب not having had a shower for two days يخرب بيتك ما خدش الشاور ليه ومين ده عفن بقى ده احنا في حر رهيب i was desperate كنت يعني اموت علشان اوصل الباثروم واخد ديش بعد not having had يعني because i hadn't had ماضي تام من في عمل ته دي بقت having اللي انا جيب من فيه not يبقى not having وهد التانية هد الاولى بقت having هد التانية زي ما هي بقى فيها not not having had not having seen اي حاجة طيب طب لده عايزة عام سيلكتير دي شكلها كده مش حلو اهو having taken the wrong turn يعني عايز يقول عمل لفة غلط بالعربية بدل ما يدخل يمين دخل شمال مثلا having taken the wrong turn اي اي اللي انا خدت اللفة اي found myself in alexandria not cairo ليه نفس اسكندرية بدل القاهرة وما لي عم اسكندرية احسن من القاهرة 100 مرة طيب having been told the bad news سالي sat down and cried وقعد التعاية بتعاية اللي هي السالي بعد ما سمعت ومش سبب طبعا ده سمعت في الاول وعيات التاني حاجة حدث اول وحدث تاني فالجملة كان اصلها كده as as suzan طب هي كانت سالي ايه اللي خلاها سوزان مش مهم يا جماعة سالي had been told the news she sat down يبقى سالي هي اللي اخبرت بالخبر مش هي اللي قالت يعني فقومنا مبنيا المكهول فبقيت having been told having been interrupted قطع عدة مرات he was rather annoyed اتضيق بقى وغضب because he had been interrupted علاقة سببية حتى بقى اخلي بالي منها التصريف التالت يا جماعة من افعل معينة قليلة قليلة خالص زي written قولك مكتوب مكتوب حجبين ولازم تشوف العين used مستعمل stolen مسروق broken مكسور fallen ساقط لا ساقط مش في الامتحان ديك اسمها fail طيب if i had written work ودي اللي كانت في نموذج حقير من الوزارة من كم سنة ومازال الناس معجبة بيه كل شوية تجيبه عشان يقولك اغلط الطالب اغلط الطالب ازاي الطالب ممكن ما يقراش الجملة فيتهيقل ان ده ماضي تام ده مش ماضي تام ده هاد فعلة اساسي و written دي صفة لل work ده عمل تحريري written ده مش تصريف تالت جاي بعد هاد لا ده صفة جاي قبل work وبالتالي دي حالة تانية فاستخدم ودو المصدر طب ليه تحاول تغلط الطالب الطالب ما صدقنا لزقنا له كلمتين طيب جملة زي ايه ده house طب هال house هيكسر الشبابيك الجملة ده نالي سأيلها في اختبار حد ده فعل رئيسي يا عم ده ما تعملش الحركات دي في كل فيديو حد ده فعل رئيسي broken windows broken دي صفة للويندوز لو البيت فيه شبابيك مكسورة اذا broken دي adjective صفة وبالتالي ده مش ماضي تام ف ودو المصدر لان دي حالة تانية اه دي اخي صحنا ما عنده اه اخي الحتة بقى عايزك تخلي بلك منها لان هك بتيجي في اسئلة بفعل مضاف له او تصريف تالت لازم نفس الفاعل يكون واحد في الجملتين يعني يعني تعالي نشوف جملة زي كده غلط ليه غلط اه غلط غلط خلص خلص الهومورك التلفزيون اشتغل عارف جملة زي دي معناها ان التلفزيون خلص الهومورك وشغل نفسه ودي جملة دي مش جملة دي نكتة نكتة اضحك بقى انا المفروض اقول مين اللي خلص الهومورك فابدأ الجملة التانية بالفعل اللي حسفته هنا هي عاصل الجملة افتر علي مثلا هاد فنشت ذا هومورك علي او هي تيرن ذا تيفي اون يبقى كده هافنج فنشت دا هومورك احمد احمد دا هو فنشت دا هومورك وتبقى اكتصح دا بتاع الجملة يا ريت الجملة احنا اتمنى ان نكون الدنيا كده بيت واضحة تعالى نشوف بقى التطبيق العملي على الكلام دا من واقع اسئلة جيزة اياها في المتحانات السنوية عامة هانجينجا لانه شهد من رجال الشرطة طبعا انه بيتسكع كده having been seen because he had been seen hanging out وهكذا طيب نيجل الجملة التانية through difficult times together اهو علي واحمد هوم اصحاب من زمن ومرت بهم ظروف زي الزفت علي عند احمد were very close friends اصدقاء مقربين حميمين انتيم طيب مين اللي مر هم اللي مروا يعني علي واحمد دول الفاعل مش المفعول اهو يبقى having وتصريف ثالث having lived through difficult times طبعا واحد يقول لي طبعا have been living يا ابن دا زمن زمن اسمه مضرع تم مستمر الجملة ما ينفعش تبدأ بزمن لازم تبدأ بفاعل وبعده زمن طب having been lived مبنيا المجهول يا ابن فعلي live اصلا ما يتبنيش للمجهول اهو طيب خلاص فعلا مش after carefully these boots البوطس دي جميلة انا عايز اجيب واحد ازاي دا دا يعيش السنتين ممكن مسلا these boots will last for many years تستمر معاك تستمر معاك سنين اهو يعني لو لو اعتنيت بيها كويس البوطس دي اهو دي شرطية انت ايه الحاجة شرطية زي كده ايوة looked after carefully طب تقدر ترجع جملة اصلا اهو اروح بدأ بif وقول ايه if these boots are looked after carefully واحزف if these boots تبقى looked after واحط these boots في الجملة التانية طبعا دا الفيديو رقم 415 جماعة انا مش هسامح اي طالب استفاد من القناة وما بلغش على الاقل واحد مثلا من بتوع تانية سنة وان شاء الله سيطلع بعد ما تخلص انتحانات خليك سبسكرايب في القناة زي ما انت وعرف ان القناة دي للناس وتبقى كده خدمتنا وشكرا بس طيب السؤال الرابع the bomb exploded انفجرت القنبلة طب واس قدت لايه اه يبقى انا هنا دي نتيجة اه نتيجة the bomb exploded كما destroying مما ادى الى تدمير المبنى a terrible earthquake hit the area ذلذال فضيع ضرب المنطقة طب عمل ايه النتيجة killing hundreds of people مما ادى الى مقتل طيب تعاين شوف حاجة تانية ستة that Nora loved reading احمد بوت هيرا بوك هو احمد جاب ليه لنورة كتاب يد يا تامر اص هو يعني لم انه عارف انها بتحب القرية اوه العلاقة سببية يعني كانت اصلا because احمد نيو ده كان اصلاه ده لو عملها جملة كاملة هي مش جملة كاملة طبعا dependent ماشي because احمد نيو ذات نورا loved reading فهي بوت هير بوك يبقى استخدم اي نجيل انا ده معلوم مش مجهول knowing ذات نورا طيب ايه ده ويل اه اثناء ما بيحقق معاه اه مبنيه للمجهول وحدث قطع حدث فهي ويل لما بحزف الفاعل بستخدم ing بصتوا عد تفكر طب ال ing ده لما يتبني للمجهول بستخدم being وتصيف تالت يبقى ويل being questioned لكن ما ينفعش اقول while questioning while questioning ring main طيب الجملة رقم تمانية the jewelry was never recovered مرت جملة شبهها في الشرح يا جماعة من شوية المجهورات اللي ايه التي سرقت برافو اهو شبه حكاية جملة الواصل لما بحزف منها ضمير الواصل the stolen jewelry هنا يا جماعة استخدمنا التصريف التالت كصفة هي اصلها لو تحب تفصصها كده بقى اقول the jewelry which was stolen و stolen ينفع كصفة رحتوا جايبه قبل الاسم فبقى the stolen jewelry الله جملة جميلة جملة انجليزية يا جباع هو ده اللي بيستغل في حكاية دركتين على الجملة what a dog it's incredible huge ايه الضخامة بتاعت الكلب ده ده كلب مخيف يا راجل اه انا بوصف الكلب انه مخيف مش هو اللي خايف what a terrify اللي يبقى هو اللي خايف terrifying جالت في السنوية عامة طيب 10 the criminal was sent to prison ursila المجرم الى السيجن طب يا بعد يا بعد ما قبض عليه مش هو اللي قبض على نفسه اوه يعني after the criminal had been arrested bravo مضي تم ابن المجهول وهاد عملها having يبقى having been arrested لكن لو قلت having arrested يبقى هو اللي قبض على نفسه معنى غلط خلي بالك الجرمر ومعنى يا جماعة مش جرمر بس طيب the criminal the police interrogated him حقا معاي الفعل ده interrogated حقا معاي طب هنا البوليس هو اللي قام بعملية القبض يبقى دي مش مبنية للمجهول يبقى having arrested مش having been arrested زال اللي فاتت having arrested the criminal البوليس هو اللي هاد arrested the criminal طب جملة 12 in a car accident سالي was taken to hospital الف سلامة سالي طب هو خدوها للمستشفى سالي يا رجال عشان كانت ثبت في حدثة عربية اه اصيبت يعني because she was injured اه وحزفنا because she was وابدأ بالتصريف الثالث injured in a car accident يعني because she was injured الجملة 13 in small doses بجراعات صغيرة this medicine will have no side effects وtake يتناول او ياخد طب مين اللي هياخد الدواء جماعة هل المدسين هو اللي هياخد نفسه لأ يعني دي جملة اصلا شرطية لو اخذ بجراعات قليلة الدواء ده مش هيبقى ليه اثار جانبية يعني if this medicine is taken وif this medicine is بشيلها وابدأ بالتصيف التالت يبقى تاكن زي جملة looked after اللي خدناها قبل كده رجع لها الجملة 14 a movie he fell asleep watching a movie صح قول لي ليه بقى مش watched لان ده حدث قطع حدث هي اصلها while he was watching اتحذف while he was بدأ ناب watching الجملة 15 unsure of what to do next unsure دي صفة شبه جملة سنوية عامة بتاعة being l اللي كانت في الامتحان السنة اللي فاتت of what to do tamir decided قرر يبقى لانه 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 مش متأكد ايه اللي مفروض يعمله بعد كده فtamir قرر ينتظر الباص علشان يدي له التعليمات being unsure زي بتاعة being l جماعة علاقة سببية من الجملتين ومعلوم مش مجهول بستخدم i n g في البداية الجملة 16 the wild fire حرائق حريق الغبات continue for days يا ساتر استمر ايام طب وين نتيجة حاج causing massive damage مما تسبب في يبقى دي النتيجة بستخدم i n g لكن واحد يقول طب ليه منفعش اقول كوز لا يا عم انا منفعش اجيب زمانين ورا بعض وبين هم كمه زي كده الكمه ما تربط ش جمه طيب الجملة رقم 17 اجيب 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 شوفت صاحبك القديم ده امتى اوه حدث قطح حدث ويل اي وز ووز 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 منهاش لازمة وطالما معلومه على طول ببدأ بال ing وووز اجيب اهي الافكار بتتكرر يا جماعة طيب لا انا عايز اكتركز في الجملة دي ابا not commonly for his generosity كرم steven surprised everyone ادهش وفاجأ الجميع in the community في المجتمع اللي عايش فيه يعني with his large donation بالتبرع الضخم اللي عمله للمؤسسة الخيرية مثلا اوه الناس ما كانتش عارفة انه هو الناس طلع عليه سمع انه ده بخير فما كانش معروف يا جماعة not هي يعني طب ايه ده اه يعني سببية ايه سبب انه هو الناس اتفجأت انهما مش عارفين الكرم بتاعه ده فاكرينه بخير يبقى هي was not known برافو يبقى not commonly known عشان مبنين المجهول فاستخدمنا تصريف ثالث وبتعبر عن السبب not commonly طب ما ينفعش اقول not commonly having known لا امانا لو قلت not commonly having known يبقى هو ستيفن اللي مش عارف انه هو نفسه مش طب not commonly knowing برضو نفس الكلام هي عشان مبنين المجهول يا جماعة فلازم تصريف ثالث not commonly known جملة 19 دا رونج تيرن هي اندد اب ان ادينجرس نيبرهود شبه الجملة اللي كانت فيه الواجب خد لفه غلط استدار غلط بالعربية فانتهى به المقام فيه منطقة سكنية خطيرة راح بقى فيها مجرمين بس هو اللي خد التيرن دا صح؟ يعني الجملة مش مجهول يعني الجملة طب كمان الجملة ماضي تام because he had taken because he تحزفت و had بقت having فبقت having taken الجملة 20 وقرب ما نخلص الفيديو خلاص ما نايل لك انسبايت اف انسبايت اف يا جماعة وهي تعتبر كلها حرف جار فبستخدم ال يبقى انسبايت اف برافو يعني انت اصدك دي كانت ماضي تام بقى نبص يا جماعة طالما having وتصف تالي يبقى دي كان اصلاها ماضي تام بقى 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 الجملة او يعني لو رجعت الجملة بقى الوز لتصف الشبيكة اه 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 كده التصف الثالث احيانا احيانا قليلة يعمل كصفة ده بروكن ويندوز لا مش هولي التانية 22 ماشى بهدو تسحب كده ليه 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 بص العلاقة السابية عشان مش عايز يزاك حد في البيت يبقى طب عايز اختصر بكوز يبقى وان فيها بنط الانجي بيتنفي بنط يبقى لا استنى استنى احلها الوعدي انجليش المانوسكريبت مش مهم كانت صعبة تتفهم يبقى ده مخطوطة مخطوطة منها مكتوبة بانجليز قديم اكيد المخطوطة ما كتبتش نفسها يبقى ما ينفعش الانجي يبقى تصيف تالت كده فهمنا يا جماعة من خلال الجمل دي امتى ابدأ بتصيف تالت امتى ابدأ بانجي العلاقة بين الجملتين هل هي نتيجة؟ هل هي حدث خطر حدث؟ هل هي سببية؟ هل هي حدث اول وحدث ثاني؟ ده اللي تستنتجه من الجمل دي اتمنى تكون الناس استفادت حاجة من الفيديو وبالتوفيق للجميع وشكرا لكل الزملاء المتابعين للقناة يا جماعة ترجمة نانسي قنقر